اشتركوا في القناة ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مال وأعمال نتناول في هذه الحلقة البنوك الأجنبية في الأردن ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني طبعا في مقدمتها بنك ستاندرد شارترد هذا البنك الذي واكب تطور اقتصاد المملكة منذ النشأة الأولى وبعد تأسيس الإمارة إذ يعود تاريخه إلى عام 1925 حيث تأسس تحت اسم البنك العثماني ليكون أول بنك في المملكة في حينها ثم استحوذ عليه بعد ذلك بنك جريندلز وفي عام 2000 استحوذ بنك ستاندرد شارترد على بنك جريندلز ليكون من أوائل البنوك الأجنبية التي تخدم في السوق المحلية بخبرة عالمية دور البنوك الأجنبية في تعزيز البيئة المصرفية المحلية ودورها أيضا في توفير أدوات التمويل وفي خدمة المجتمع والبيئة العمل المصرفي المحلي والعلاقة بين هذه البنوك والجهات التنظيمية وخصوصا في مقدمتها البنك المركزي ستكون محاور هذه الحلقة التي يسرنا أن نستضيف فيها السيد أحمد أبو عيدي المدير الإقليمي للشرق الأوسط الذي يضم الأردن والعراق ومصر واللبنان وأيضا الدكتور عدلي قندح مدير عام جمعية البنوك في الأردن أزاي قبل أن نمضي في تفاصيل حلقتنا هذه نتابع تقرير عده الزميل يوسف المشاقبة يعود تاريخ بنك ستاندرد تشارترد في الأردن إلى عام 1925 حيث تأسس هذا البنك تحت اسم البنك العثماني ليكون أول بنك في المملكة والذي حصد على العديد من الجوائز المرموقة وأصبح يحتل مكان مميز محليا وخارجيا نظرا للخدمات المميزة التي يقدمها للعملاء والكفاءة في الأداء وقوة وسلامة المركز المالي وخدمة المجتمع المحلي وضمن المسئولية المجتمعية التي يقوم بها البنك عنصر أساسي في الاستراتيجية والتي تعتمد على محاور ثلاث وتركز على المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام من خلال توميل المشاريع وتسهيل حركة التجارة والاستثمار والالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة والاستثمار في المجتمعات المحلية وبما يضمن تحقيق الشراكة الحقيقية لدعم المشاريع الاستثمارية لتعود بالفايدة على جميع المجتمعات المستهدفة إلى جانب ذلك فقد أنجز البنك مشروع تلال الشبكي السكري والذي تم اطلقه بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال رد المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة إربيد بهجهزة حديثة للعمليات الجراحية والتشخيص بالوسالة العلاجية الأخرى بدأ مشروع علاج اعتلال الشبكي لمرضى السكري بالتعاون مع بنك ستاندرد شارتر في عام 2011 لقد تم عمل هذه العيادات وتجهيزها بالتعاون مع هذا البنك الذي له كان فضل كبير في تزويد هذه العيادات بآخر ما توصل إليه العلم من معدات وأجهزة لازمة لعلاج هؤلاء المرضى فبتجهيز هذه العيادات بالتعاون مع القطاع الخاص وهذه حقيقة باكرة خير للتعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمة أفضل في المستشفيات فبتجهيز هذه العيادات أصبحنا نقدم خدمات نوعية لمرضى الذين يعانون من اعتلال الشبكي بسبب وجود مرض السكري وتم تخفيف العبع عليهم حيث قبل تجهيز هذه العيادات يتم تحويل هؤلاء المرضى إلى مستشفيات أخرى مما يشكل عبع على هؤلاء المرضى ومشروع قول من المشاريع الممولة من البنك والذي يهدف إلى خدمة المجتمع المحلي من خلال تبكين الفتيات في المدارس من ممارسة التعليم الرياضي كوسيلة لتعليم مهارات الحياة الأساسية وبما يحافظ على الصحة والاستفادة من مهارات الاتصال والتواصل طالبت استفادت مننا أن تتقوي شخصيتها وأنا استفادت مننا أن أعرفت أشياء جديدة مثل تقوية الشخصية إحنا استفادنا من قول قول بساعدنا أن نقوي شخصيتنا ونعبر عن آراءنا ونعطينا سلوكيات صحيحة ومنيحة لما نتشاور مع بعض بهمني أنا الناحية التعليمية والتي أثرت على نفسية الطالبات من تقوية شخصيتهم من سقل روح المبادرة الإبداع الاعتماد عن نفس المطالبة بحقوقهم عندي نوعية طالبات يعني عن جد أنا بيجو على الإدارة بتفاجأ ولا معلمة بتقدر تتكلم بالطريقة تبعتها على الشخصية اللي صارت عندها ويستمر هذا البنك من خلال مشاريعه بتقديم الخدمات للعملاء في مختلف القطاعات الاستثمارية والصحية والتعليمية والتي تعنى بالمنى التحتية لتنفيذ المشاريع التنموية لتعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمعات المحلية في جميع مناطق المملكة يوسف المشاكبة التلفزيون الأردني لبرنامج مال وعمال أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد سيد أحمد كما شاهدنا في التقرير صحيح كان فيه مبادرات إيجابية لبنك سندرد شارتر في الأردن يعني منها المبادرة التي تتعلق في معالجة احتلال الشبكة السكري وأيضا مبادرة لتطوير مهارات الفتيات في المدارس في سن الشباب يعني ما هو الهدف من هذه الإسامات دكتور طبعا هناك إسامات أخرى إلى جانب البنوك في المجتمع المحلي إلى جانبها لكن ما هو الهدف من هذه المبادرات أولا ألف شكر لدعوتكم الكريم واستضافتنا في هذا البرنامج يعني لا أجاوب أعطيك جواب كامل يعني عملنا يتعلق في أدة محاور نعم أحد المحاور الرئيسية لعملنا هو ندفع ونرجع للمجتمعات اللي بنشتغل فيها ما في أحية أنه الواحد يحكي عن مؤسسة ربحية وأي بنك هي مؤسسة ربحية طبعا بالنهاية بالنهاية ولكن البنك بعمل أدة مبادرات اجتماعية من ضمنها المبادرات الهامة جدا اللي قام فيها بنك ستاندد شاتد وبالتعاون مع وزارة الصحة عملنا مسح على المملكة على مناطق المملكة كافة وتبين أنه من أعلى نسب مرض السكري ربنا يبعد عن الجميع هو بمنطقة الشمال وبالتالي بدنا من منطقة الشمال وعملنا أول عيادة إلنا مولنا أول عيادة إلنا في مستشفى الأميرة بسمة نعم استثمار كبير استثمار كان تقريبا بحدود مليون ونص دولار وهو الفكرة الأساسية منه علاج قبل العمى قبل ما الإنسان يوصل لمرحلة العمى إنعالجه وما يوصل لمرحلة العمى فهذا أحد مبادر من مبادرات كثير قام فيها ستاندد شاتد بانك وإحنا منرتقي أنه المبادرات هذه هامة بأهمية قيامنا بعمالنا الأساسية والتي هي العمالة المصرفية نمتاز جدا دكتور عدلي أنتقل لحضرتك كان لجمعية البنوك دور في نحو مأسسة العمل الاجتماعي للبنوك بشكل عام وبنك استاندرط طبعا له مبادرات خاصة لكن ضمن العمل العام للبنوك هو أيضا بشارك فيها المبادرات فإلى أين وصلت مسألة المسؤولية المجتمعية لدى البنوك وأين وصلت عملية مأساستها نعم شكرا جزيلا أخ فاي في الواقع أنه موضوع المسؤولية المجتمعية موضوع أهم جدا نحن في الجمعية منذ سنوات بدأنا في محاولة لمأساست هذه العملية بشكل كبير وقطعنا شوط كبير بهذا الموضوع عقدنا عدة ملتقيات للمسؤولية المجتمعية وكان آخرها سنة الماضية للملتقى الرابع وفي هذا الإطار حاولنا ننمأسس ونأطر العمل اللي بتقوم فيه البنوك بشكل فردي وبشكل جماعي مع بعض البعض ضمن إطار دولي ضمن إطار المعايير والستاندرز العالمية ومن هون فكرنا بمع إن شاء الله نهاية الربع الحالي نهاية السنة رح يطلع عنا أول تقرير موحد للمسؤولية المجتمعية للبنوك ورح يكون وفقا للمعايير جي أر آي الدولية نعم وبالتالي حتى إن نشوف أديش البنوك ملتزمة في موضوع المسؤولية المجتمعية وأديش بتقدم للمجتمع سواء كان بشكل مبادرات فردية زي ما ذكر الأستاذ أحمد نعم أو بشكل جماعي وإحنا بنعرف أن البنوك قامت بمجموعة من المبادرات الجماعية وكان آخرها بعثة الشهيد معادل كساسبي نعم حيث قدم 52 بعثة على مستوى المملكة لـ 52 طالب وبادرنا الواقع ووضعنا مخصصات من البنوك لهذه البعثة أو مجموعة بعثاتية واعتبار من هذه السنة الدراسية ونحن في الجمعية حريصين بأن نظهر بصورة اللائقة الجهود الكبيرة التي تقوم فيها البنوك في مجال المسؤولية المجتمعية ضمن إطار المعايير الدولية هي فعلا جهود كبيرة لكن الجهود الكبيرة أيضا ليست فقط في الجانب الاجتماعي أيضا بالجانب الاقتصادي يعني وأكيد فيه هناك دور للبنوك في عميدة تنمية الاقتصادية هي شريان شريان الرئيس لتغذية هذه البنوك سيد أحمد يعني بنك الستاندرد شارترد لعب أساسي في السوق المحلي كبنك أجنبي وأيضا كبنك يعمل في المملكة وأيضا تم ترقية البنك الستاندرد شارترد بالأردن ليكون مكتبا إقليميا ماذا يعني الستاندرد شارترد أو للأردن هذه الترقية بحيث أن يكون البنك مسؤول عن كل فروع الإقليم سؤال مهم جدا وشكرا لطرحك هذا السؤال هو أنت يعني اللي سألته عدة أسئلة مع بعض يعني نرجع للمحاور الأساسية اللي احنا منعتمدها بشكل يومي نعم ولا شغلنا بشكل يومي أحد المحاور هو محور رقم ثلاثة اللي هي التنمية المستدامة طبعا دكتور عدلي يتكلم كثير عن المسؤولية المجتمعية واللي التنمية المستدامة هي خطوة سباقة لسه كمان على المسؤولية المجتمعية نعم والمستدامة بمعناها الواسع اللي هو إنشاء مشاريع مجتمعية تخدم المجتمع المحلي ومنها تستمر نفس المشروع بيكون ماشي على فترة زمنية طويلة وهو يديم نفسه بنفسه المشروع نرجع للمحاور العدة المحورين الأساسيين التانيين اللي بنتكلم فيهم اليوم المحور الأول اللي هو الأعمال المصرفية طبعا أي بنك هو قائم على الأعمال المصرفية واللي هو الكور الكور بيزنس طبعا هو النشاط الرئيسي نشاط الرئيسي الشيء التاني واللي هو إن شاء الله بندخل فيهم بإسهاب ودول المحورين اللي هو الحوكمة والحاكمية الرشيدة نعم جوهبا لسؤالك يا سيدي على ترقية مكتب الأردن لا يصبح مكتب إقليمي هذا شيء احنا جدا منفتخر فيه الشيء اللي أساسي اللي بحب أتكلم فيه إنه كافة موظفين Standard Charted Bank واللي هو بنك بريطاني نعم بالأصل بالأصل هم من الأردنيين كافة كل الموظفين قائم على عقول وسواعد أردنية هذا شيء أنا بفتخر فيه جدا نتيجة النتائج القوية جدا لآخر كم سنة اللي صار إنه صار رؤية من إدارتنا العالمية لتطوير الأردن لا يصبح مركز إقليمي لعدة دول ولا أخفيك عدة دول اقتصاداتها بمراحل أكبر منها صحيح وإحنا اللي مشرفين على القرارات في هاي الدول هذه يعني أقل ما يمكن أحكي هذه نيشان مشرف إلنا أكيد كأردنيين إنه مؤسسة عالمية بالحجمها تنظر للأردن اللي هي واحد استقرار وموجود فيها قانون موجود فيها دولة مؤسسات تمام وعننا هيئة راقابية من الدراجة الأولى من الطراز الأول اللي هو البنك المركز الأردني نعم ف يعني هذه ثقة كبيرة ودفعة إلنا بالأردن ثقة للأردن من مؤسسة عالمية بالثقة هذا اللي هو بنك ستاندرد شارتر نعم وممتاز يعني سيد أحمد يعني يكفي أن نشير أنه هي المرحلة تمت بعد النجاحات لحقق البنك وإنت أيضا أول أردني يترأس إدارة البنك ستاندرد شارتر دول عدلي قندح دكتور إلى أي مدى البيئة المصرفية بشكل عام استفادت من وجود بنوك أجنبية بشكل عام في الأردن هل نعكس ذلك على أدواتها هل عكس ذلك على الخدمات التي تقدمها في السوق المحلية نعم لا شك يا سيدية زي ما ذكرت في تغريف اللداية أنه البنوك الأجنبية متواجدة منذ إنشاء المملكة وحتى قبل إنشاء البنوك الأردنية نعم وكان لها دور كبير وما يزال دور كبير تساهم في في موضوع تنويع أدوات الاستثمار وتنويع أدوات الاعتمان ومساعدة الحكومة الأردنية في عمليات الخصخصة كان إلى دور وفي عمليات الجذب الاستثمارات وعمليات الاستثمار الأجنبي وجذب للأردن وفي مختلف الأشكال الأعمال المصرفية التي يمكن تقوم فيها أي بنك داخل الأردن وبالتالي وجود البنوك الأجنبي يشكل تنويع وغناء للجهاز المصرف الأردني وغناء الاقتصاد الأردني وتستفيد كمان الجهاز والأجهز المصرفية من الخبرات العالمية الموجودة في هذه المؤسسات وإحنا عندنا زي ما تعرف مؤسسات عالمية كبرى وتساهم بشكل واضح في الاقتصاد الأردني وحصصها في السوق لا بأس فيها في الواقع حصة البنوك الأجنبية في الموجودات متصل إلى 9% من إجمال الموجودات في السوق وتسهيلات تقريبا نفس النسبة أو أقل شوي والوداع نفس الشيء وبالتالي بالرغم هذه الحصة التي حكينا عنها لكن مساهماتها على مختلف الأسعاد من متنوعة وأفادت الاقتصاد الأردني ومتازل درجة للأستاذ أحمد صحيح السوق الأردني استفادت من وجود البنوك الأجنبية لكن أيضا البنك ساعد القطاع الخاص الأردني أن ينفتح على القطاع الخاص الأجنبي للمناطق التي تواجد فيها ستاندرد شارترد على مستوى العالم ما هي الإضافة سيد أحمد في هذا الجانب يعني الإضافة هي إضافة رئيسية يعني دكتورنا العزيز الدكتور عدلي تكلم عن نسب لا بأس فيها من ناحية التسهيلات ودائع نعم ولكن اللي نمتاز فيه والإضافة اللي ممكن ستاندرد شارترد يمتاز فيها دون عن غيره بالنسب للقطاع المصري نعم الأدوات اللي احنا ممكن نطبقها لأي اقتصاد من ضمنها نحكي عن التحوط نعم نحكي عن هجينغ اللي هو تحوط لأسعار الفايدة نحكي عن تحوط للكوموديتيز البترول وغيره ومشتقة والنفط نحكي عن تحوط للعملة الأجنبية ممكن كمان نحكي عن الادفايزري تقديم النصح والإرشاد للشركات الكبرى والبنوك الأخرى بنحكي على الاستحواذ بنحكي على DCM ونحكي عن إصدار سندات وسكوك نعم فنحكي عن أدوات مصرفية ممكن ننضيفها ونغني فيها الاقتصاد المحلي نعم من ضمن الأشياء المهمة جدا اللي استطعنا أنه نعملها بآخر سنتين بالإضافة للي تكلمت فيه واللي هو هذا الأدوات اللي اتكلمت عليها معظمها طبقناها بطريقة أو بأخرى بالأردن اللي هي خدمة الحفظ الأمين نعم وهذه خدمة جدا هامة المستثمرين العالميين أنتوا أظن أول بنك أجنبي يطبقها بالأردن إحنا يعني أخذنا من بنك تاني نعم يعني كان نتيجة خروج أحد البنوك الأجنبية أخذنا هذا القطاع الهام جدا واللي هو وأخذنا على عتقنا نعم أنه نسند الاقتصاد المحلي السبب الرئيسي عندك مستثمرين عالميين نعم عندهم استثماراتهم في الأردن بالسوق المالي نعم وبسوق رأس المال نعم والحفظ الأمين اللي هو إحنا طبعا بندير أسهمهم وسنداتهم بالنيابة عنهم وبتعليمات منهم وهذه خدمة هامة جدا بنكون فيها بالإضافة للخدمات أو الأدوات اللي صارت معك سابقا ف يعني البنوك طبعا فيه منافسة بين كل البنوك وكل البنوك هي عبارة مؤسسات ربحية والمنافسة هي شيء رائع جدا للجميع لأن المنافسة هي اللي بتنتج وبتخرج عنها نتائج رائعة جدا للاقتصاد ولكن نمتاز ببعض الأمور بالنسبة لجواب سؤالك على قدرتنا تقديم خدمات المستثنين في الخارج بالخارج بطبيعته موجود بأكتر من سبعين دولة في العالم وتركز عملياته المصرفية في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وهو عامل مهم وهو عامل مهم بشبك وربط هذه البلاد والقارات والتجارة مع بعض فبحيث بيكون من السهل على أي شركة أردنية تبحث على تنويع مصادر دخل وتبحث عن استثمارات في الخارج بسهولة شديدة بإمكاننا نأخذ أي شركة أردنية لأي محل اللي احنا موجودين فيه بالعالم بسهولة شديدة جدا والقيام على إنشاء حساباتهم المصرفية على قيام على إعطاءهم التسهيلات اللازمة من أحيال التسهيلات إذن بيقدر القطاع الخاص للأردن أن يستويذ من شبكة المصارف المنتشرة لستندرد شارت في العالم دكتور عدلي سيد أحمد حكا عن مسألة مهمة جدا للمسألة المنافسة كيف أنتم بتشعروا جو المنافسة بين البنوك المحلي والبنوك العربية والأجنبين الموجودة في الأردن وماذا نعكاس ذلك على المستهلك على المواطن على الشركات نعم يعني لا شك أنه السوق الأردني طبعا سوق تنافسي ومنحكي عن جهاز مصرفي لدينا 25 بنك عامل في الأردن منها 16 بنك أردني وتسعة بنوك غير أردني ولدينا أيضا أربع بنوك تعمل وفقا للشريعة الإسلامية وبالتالي عندنا جهاز مصرفي منوع ومتنوع وخبرات متنوعة نعم بعض البنوك تركز على خدمات الكوربوليت على الشركات خدمات مصرفية للشركات وبعضها الآخر بيركز على الريتيل وعلى الأفراد وعلى التجزئة وبالتالي هناك تنوعه هناك قدمات طبعا تقدم كمان للحكومة نعم يعني نحن نعرف أنه الجهاز المصرفي الأردني ممور رئيسي للخزينة الأردنية وللقطاع الخاص المحلي والمنافسة طبعا حفيثة وكبيرة من مختلف النواحي من حيث تنوع الخدمات وهذا بينعكس على تحسين نوعية الخدمات أيضا وعلى تسعير الخدمات يعني أسعار الفائدة وأسعار الرسوم التي تفرض على الخدمات التي تقدمها البنوك يصبح في منافسة بين البنوك وبالتالي الكاستمر العميل اللي متعامل مع البنوك سواء كم نحكي عن شركة صغيرة أو متوسطة أو شركة كبرى أو حتى أفراد بيتمتعوا بأنهم بيحصلوا على خدمات جيدة ومتنوعة وبأسعار منافسة إذن التنافس بين البنوك تنافس صحي وبالمناسبة بيحب أشير لنقطة أنه لا يوجد تنسيق أبدا بين البنوك بموضوع فرض أسعار الفائدة أو رسوم متروكة للسوق وكل بنك بيضع سعره وبيضع سعر الفائدة تاعته والرسم تاعته بالصورة التي يراها مناسبة التي تعكس الكلف اللي بيتحملها للبنك البنوك طبعا لما توضع أسعار الفائدة بتكون وفقا لمعادلات محددة تعكس الكلف التشغيلية والكلف الأخرى التي تتحملها زائد هامش ربح معين ومن هون وجود تنوع محلي وأجنبي لمصارف تعمل داخل الأردن بيكون بنعكس بشكل صحي وسليم على تنوع الخدمات وأسعارها لها ممتاز جدك سيد أحمد صحيح اللي تميز فيه بنك ستاندر تشارتر بالسنتين الأخيرات مثل ما تفضلت حضرتك أنه قام في عملية صفقات للاستثمار الخاص عن طريق صندوق الاستثمار الخاص لبنك ستاندر تشارتر كانت ناجحة جدا هي عمية الجزيرة والاستحواذ على جزء من حصة مجموعة نقل تقييمك سيد أحمد لهذه التجربة وهل هناك عملية استحواذ جديدة تنشيطها بالسوق المحلية سيدي للتصحيح هو مش مجموعة نقل هو فاين فاين من مجموعة تحديد شركة فاين من مجموعة نقل نعم شركة فاين من مجموعة نقل بترجعني للمحور الأول واللي هي العمليات الأساسية المصرفية اللي بنقوم فيها طبعا مثل أي بنك ما عندنا القروض الشخصية والبطاقات الاعتمان عندنا الخدمات الودائع الخدمات المصرفية للشركات طبعا كامل أنواع التسهيلات نعم من اعتمادات وكفلات وجاري مدين وقروض هذه طبعا بنقوم فيها بشكل أساسي بالإضافة للخدمات الفاليو عد اللي تكلمت عنها بالسابق فهذا المحور الأول بالنسبة للإستحواذ اللي تم طبعا أنت تكلمت حضرتك عن عمليتين قمنا فيهم وهذا شيء أنا مفتخر فيه جدا كمية العمليات اللي عملناها من خلال صندوقنا الخاص لستاندر شاتد اللي استطعنا نجذبها للمملكة هي تلت كمية عدد الاستحواذات اللي عملناها بالشرق الأوسط كامل نعم بآخر سنتين فالعمليات هذه العمليتين اللي تفضلت فيهم هم تلت كامل عمليات استحواذات البنك استحواذات البنك في الشرق الأوسط كاملا بما فيها كل الدول الخليجية والدول الأخرى فاستطعنا نجذب هذه للأردن هذا شيء احنا جدا نفتخر فيه شركتين أردنيتين ناجحتين نعم احنا صرنا اخذنا حصص أقلية فيهم وصرنا شركاء نعم احنا باستمرار بنحلل وبننظر للشركات الوطنية الناجحة واللي فيها لها مستقبل وباستمرار بندرس اذا في مجال لا استحواذات تاني بالأردن وبالنسبة لي بالمنطقة اللي أنا بغطيها كمان صورة خارج الأردن طبعا ف يعني هذه اونجوين هذا باستمرار عملية مستمرة التقييمات والنظر في الشركات هذه احنا همنا شركات وطنية ناجحة لها الامكانية للعمل في الأردن وانطلاقها لدول أخرى موجودة طبعا أصلا كان بهذه الشركات ابتدأت تخرج خارج الأردن ممكن نأخذها عفوا خارج الأقليم نعم الشرق الأوسط ممكن نأخذها احنا كمان للعالمية فهذه واردة جدا ممتاز ان شاء الله الله يوفقكم أنا أنتقل بالسؤال الدكتور عدلي إلى أي يعني أهمية ذلك للشركات الأردنية سواء التي تم الاستحواذ عليهم بنك ستاندرد أو الشركات المقبلة ودور الصناتيق المشتركة بنسبة للبنوك لكن الإجابة سنأخذها بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل وسنعود إليكم أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد دكتور عدلي كنا نتحدث عن دور عملية الاستحواذ من بنك ستاندرد شارتد علم شركات قائمة أردنية وهناك أفكار لشركات مقبلة دورها في تعزيز قوة الشركات الأردنية وتمكنها من الانتقال للأسواق الأقليمية والعالمية اللي ما وصلت للعالمية من جانب وجانب آخر صناديق الاستثمار المشترك للبنوك إلى أين وصلت نعم يسيدي لا شك أنه العملية الاستحواذ والاستثمارات اللي بيقوم فيها بنك ستاندرد شارتد وأي بنك آخر يعني لها دور كبير في جد الاستثمارات وإدخال عملات أجنبية للأردن وإدخال خبرات أيضا خبرات أجنبية وعالمية لإدارة ومجلس إدارة هاي شركات حيث أنه بيكون لهم عضويات ممثلة داخل هاي شركات وبالتالي لاستفادة هاي شركات من هاي الخبرات زائد أعطاء فرصة الاتصال مع الأسواق الخارجي بصورة أسهل وأكبر وبالتالي هنا بيصير في عنا تنوع وفائدة بشكل عام للاقتصاد الأردنية الأردنية والشركات اللي تحظى بهذه العمليات نعم فيما يتعلق بالصناديق الاستثمار المشترك يعني البنوك لديها صناديق استثمار لكن يعني ما تزال بطور يعني البداية احنا بنأمل أنه يتم تطوير هاي الصناديق هي ممكن الأمر مرتبط بقانون هيئة الأوراق المالية اللي هو الحالية نعم هناك هناك يعني حاجة لتطوير وتعديل قانون هيئة الأوراق المالية ليستمح لهذه الصناديق بأنها تتوسع وتنتشر بشكل أكبر من هيك احنا نأمل كمان الصندوق الاستثماري اللي أمر جلال الملك بإنشاؤه يكون له دور كبير للبنوك بالمساهمة في هذا الصندوق وبالتالي تحريك البعض السيولة اللي موجودة الفائضة لدى البنوك تحريكها واستخدامها للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية اللي الاقتصاد الأردنية بحاجة لها وبالتالي العملية متكاملة وتحتاج إلى بعض التعديلات في التشريعات وتشجيع البنوك للقيام والعمل بموجب هذا الصندوق إن شاء الله سيكون لنا استضافة أخرى استضافة لاحقة لرئيس هيئة الأوراق المالية وسنقش مع هذا الأمر لكن وأنت تتكلم عن الموضوع التشريعي سيد أحمد رأيك كبنك أجنبي في البيئة التشريعية المصرفية في الأردن والعلاقة أيضا مع البنك المركزي كيف تقيمها سؤال رائع هي ثلاث محاور تكلمنا عن المحور الأول العمليات المصرفية الأساسية تكلمنا عن المحور الثاني اللي هي التنمية المستدامة نعم المحور الأساسي في أي شركة مؤسسة بنك اللي هي الهيئة الرقابية والحاكمية الرشيدة نعم أكون صريح جدا أكون جدا صريح أنا بحكم تعاملي مع عدة دول نعم بالمنطقة وزياراتي المتكررة لهذه الدول وزيارات البنوك المركزية في المنطقة يعني دور البنك المركزي الأردني بالتحديد دور رائد شركة مؤسسة وطنية ناجحة جدا فتحية خاصة للبنك المركزي الأردني اللي مستطيع أنه يسيطر على القطاع المصرفي بتشريعات منطقية الدور البنك المركزي الأردني بتشاور قبل ما يأخذ القرار نعم وحتى لما يتشاور بإمكانه يأخذ قرارات صعبة وبأخذ القرارات الصعبة لمصلحة الوطن هذه يعني مؤسسة رائدة وناجحة جدا الشيء اللي 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 لازم أتكلم فيه اللي هو التعليمات مخصصة لموضوع الحوكمة اللي صدرت في 2014 واللي هو يعني بنظروا البنك المركزي الأردني لكل فقرة بإدارة البنك نعم من مجلس إدارة من هيئة تنفيذية من صلة القرابة بين الهيئة الإدارية والمجلس الإدارة طبعا يعني كل التفاصيل تفاصيل شديدة جدا والهدف منها اللي هو يكون عندك قطاع مسيطر عليه من ناحية ما فيش أي شيء إلا بتم بشفافية تامة هذه تصب بمصلحة الوطن بالأخير من ناحية التشريعات سيد أحمد رأيكم بالتشريعات البصرفية من قانون البنوك إلى الأنظمة والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي الأنظمة والتعليمات هي شبه مستمرة نعم بتظلها تيجينا بطريقة شبه مستمرة وعلينا التنفيذ إذا في شيء أشياء مش واضحة بنرجع للبنك المركزي بنستوضح والإخوان هناك ما بيقصروا على طول بعطونا إضاحات تامة نعم فهذه بشكل مستمر و بشكل يجاري القطاع المصرفي بشكل عالميا نعم فالبنك المركزي الأردني بشكل مستمر يتطور ويطبق أعلى المعايير بالحوكمة في العالم فأي شيء تغيير بيصير في عالم البنوك البنك المركزي من البنوك الرائدة المركزية الرائدة في المنطقة من ناحية أنظمة أنظمة كمبيوتر من ناحية تعليمات شفافية وتعامل يعني عندنا تعليمات الشفافية تعامل مع العملاء من البنوك المركزية الرائدة على مستوى المنطقة اللي طبقناها في الأردن اللي هو عندنا حددنا بشكل مباشر تكلفة وأسلوب التعامل بين البنك اللي ما يتفاجأ العميل من أي زيادة أو أي تغيير في العقود مع البنوك كثير ممتاز يعني أنتقل بالسؤال الدكتور عدلي قنح يعني السيد أحمد من خلال خبرته بيقولك أنه في تشاور مع البنوك البنك المركزي يتشاور مع البنوك إلى أي مدى القرارات التي تتخذها البنوك بشكل عام يتطابق مع مبادئ الحوكمين التي أقرها البنك المركزي والذي تم التوافق عليها من قبل الجسم كامل الجهاز المصرفي بشكل عام يا سيدي جواب على السؤال البنوك تلتزم بشكل كبير وبشكل تام بالتعليمات والتشريعات اللي بيصنها البنك المركزي وفيما يتعلق بموضوع الحاكمية المؤسسية زي ما ذكر الأسوال أحمد هي وفقا فعلا كانت وفقا للمعايير الدولي وصار في حوار ونقاش طويل بين البنك المركزي وبين جمعية البنوك والبنوك الأعضاء ممثلة برؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين وحتى على المستوى اللي جاني الفنية المختلفة لمناقشة هذه التعليمات قبل إصدارها وصار في حوار أخذ بعطا مع البنك المركزي واستقر البنك المركزي بالنهاية على رأي معين بتوافق مع البنوك وصدرت هذه التعليمات بشكل يليق بالأردن ويليق بالجهاز المصرفي الأردني والتزمت بها البنوك حرفيا كل بنوك ملتزمة بهذه التعليمات وتنفذها بشكل دقيق وإحنا راضين راضين عنها كجمعية وكقطاع مصرفي والبنك المركزي كمان حرص على أن تكون وفقا للمعايير الدولية التشريعات الأخرى كمان هناك دائما تشاور نعم إحنا اليوم دعينا من قبل اللجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون البنوك اللي حاليا المعروض على مجلس النواب وإحنا يكون في اجتماع الأسبوع القادم ما بين اللجنة لجنة المجلس النواب المعنية في هذا الموضوع وبين مجلس إدارة الجمعية وطبعا رح يكون موجود البنك المركزي لمناقشة مشروع القانون اللي بالأصل أصلا تم مناغشته وبحثه ما بين البنك المركزي وبين البنوك قبل أن يرفع إلى مجلس الوزراء وبالتالي هناك حوار دائم ومتواصل ما بين البنك المركزي وبين جمعية البنوك والقطاع المصرفي ويحرص البنك المركزي على أن لا يصدر أي قرار أو أي تشريع أو أي تعليمات إلا بعد أن يتم التحاور مع الجهاز وصف دكتور أبرز التعديلات اللي ورد على مواد القانون هل هو تعديل واسع؟ التعديلات الرئيسية كان البنك المركزي حريص أنه يعكس تعليمات الحاكمي والحوكمة الرشيدة اللي صدرت في بداية بشكل تعليمات على القانون وبالتالي صارت المواد اللي في موجودة في القانون تعكس آخر التطورات والتحديثات اللي حصلت على موضوع الحاكمية وبالتالي وهناك بعض تشريعات أو مواد أخرى العلاقة في تطوير العمل المصرفي وإدخال أحدث التشريعات والتعديلات اللي بتحدث على مستوى العالم ومستوى الإقليم حتى يكون دائما قانون البنوك مواكب لكل التطورات نعم ممتاز يعني سيد أحمد تطور الحصل في السوق المصرفي يعني هو دخول شركة الاستعلام الاتماني للعمل بالسوق المحلية النتائج الأولية للبنوك في عام 2015 بتشير إلى تراجع ملحوظ في نسبة القروض غير العامل أو non-performance loans صار فيها تحسن كبير ماذا نتوقع مع دخول شركة الاستعلام الاتماني للعمل في السوق المحلية من أثر إيجابي على عملية التسهيلات non-performing loans طبعا الديون الغير عامل نعم عددها كميتها نزلت على مدى السنوات المخيرة بعد طبعا ال economic crisis طبعا الأزمة العالمية التي حصلت في 2008 و2009 بكل العالم تأثر القطاع المصرفي منها الناحية هذه نتيجة القرارات الحصيفة للقطاع المصرفي الأردني وهي جميع البنوك إخوان وأعزاء قرارات بإعدام أو قرارات بأخذ مخصصات كافية لهاي المديونية فإحنا عم بنشوفها سنة عن سنة عم تنخفض بشكل ملحوظ بالنسبة لشركة الاستعلام الاعتماني بتساعدنا بأخذ القرار مش بس أخذ القرار وأخذ القرار السريع يعني هذه بتسرع بإعطاء التسهيلات بالتحديد للأفراد بالتحديد الكمية العلبية العظمى وبتساعدنا نبعد عن الأشخاص اللي مش ملتزمين بالسداد طبعا يعني هي سيف ذو حدين نعم بالنسبة إلينا أثرها إيجابي جدا كقطاع مصرفي واللي هو تسريع وأخذ قرارات أفضل نعم بإمكاننا نعمل التحليل المالي والتحليل الإتماني والتحليل كل ممكن نوع من أنواع التحليل لأي عميل لكن أنت بجيك التقرير كامل عن سجل عن سجله وتاريخه الإتماني وهذا طبعا بتساعدنا بطريقة كثيرة كثيرة بأخذ قرار سريع ممتاز يعني دكتور عدلي توقعات كل إنعكاس هذا الموضوع على نشاط البنوك بشكل عام وعلى الاقتصاد بشكل خاص دكتور والحمد لله تم ترخيصها من قبل البنك مركزي مؤخرا وبدأت بالعمل هدف الرئيسي زي ما ذكر الأستاذ أحمد هي توفير قاعدة تقاعدة بيانات عن السجل الاقتماني للعملاء سواء نحكي عن أفراد أو شركات أو شركات صغيرة متوسطة بتساعد البنك أو حتى أي جهة مانحة للاقتمان سواء كان بنك أو شركة الصلاة أو غيرها شركة تأمين أو غيرها أو شركة كهرباء أو مياه أو آخره بأنه تعرف هل العميل هذا سجله جيد أم غير جيد وبالتالي بتسرع فيه عملية أخذ القرار عندما يتقدم شخص أو شركة للبنك للحصول على اقتمان مباشرة بيقوم البنك بالاستعلام عن هذا العميل من قبل الشركة وتزوده بالمعلومات مباشرة بشكل دقيق وبالتالي بتسرع عملية منح الاقتمان وبتحرص طبعا البنك أكيد رح تحرص أنه تعطي الاقتمان الذي يستحق والذي سجله اقتمان جيد وبالتالي بتنعكس على أنه الديون المعلومة المشكوك فيها رح تقل أكيد لا شك وإحنا عندنا نسبة الديون حاليا منخفضة جدا يعني لا تشكل أكثر من 5 إلى 5.5% من إجمال الديون وهي نسبة قليلة لكنها مرشح أيضا لانخفاض ومرشح على تنظيف ميزانياتها بشكل جيد ورح نشوف النتائج ونحن بلشنا نشوف النتائج حاليا بأنه الان تنخفض بشكل واضح وهذا بينعكس على الاقتصاد وبيوفر سيولي بشكل كبير يعني بتسترد البنوك أموال اللي بتم إقراضها بشكل سلس وبيعيد عادة إقراضها للقطاعات التي تحتاج والأفراد والأشخاص الذين يحتاجون للسيولي وبالتالي الشركة تقوم بدور كبير ومعول أنه تبلش يعني بممارسة أعمالها بشكل كبير وواضح إن شاء الله مع نهاية هذا العام إن شاء الله سيد أحمد يعني لا كل عمل إلا ممكن يكون فيه معيقات عقبات بتواجه أنتم منطرفكم كبنك أجنبي يعني ما هي تشير عليها اللي ممكن نتفاداها أو نعالجها على مستوى رسمي حتى نحسن بيئة العمل بشكل عام للبنوك الأجنبي والبنوك المحلية على السوار أكون صريح معك جدا بالنسبة ل يعني بنك أجنبي ويعني فيه عندنا طبعا الدكتور عدلي ذكر تسع بنوك خلينا نحكي غير وطنية فيه عندنا طبعا بنوك إقليمية من دول عربية شقيقة ثانية بتمارس عمله هون إحنا طبعا بنك عالمي نعم صراحة من حيث التشريعات ولا الهيئة الرقبية ولا دعم حكومي بأي شكل من الأشكال يعني إحنا بالأردن والحمد لله والله دي من نعم والأمان وما بنحتاج أي شيء إضافة للي موجود إحنا نشتغل في بيئة اقتصادية ممتازة ببيئة اجتماعية ممتازة ببيئة أمنية ممتازة وهذا اللي بنحتاجه للقيام بالأعمال فهذه هي الأشياء اللي بنحتاجها وهي متوفرة في المملكة والحمد لله الحمد لله دكتور عدلي كلمة تخيري تقولها للقطاع المصري بشكل عام للبنوك من خلال تجربتكم مع البنوك الأجنبية العالمية سواء البنوك الإسلامي العام في المملكة ماذا تقول البنوك حتى نحافظ على نفس الوتيرة فيما يتعلق بتحقيق النمو الاقتصادي المأمول في عام الـ 2016 الواقع صحيح يعني من الصعب أن نوجه كلمة للإدارات للبنوك البنوك واعي يوم انتبه لكل ما يحصل ويدور في داخل البلد وحتى بالأغنية ومستوى العالم فقط أنا اللي ممكن أحكي أنه منهني البنوك على النتائج وعلى الإدارة الحصيفة اللي عم تقوم فيها بإدارة مؤسساتنا وهذا ليس مجامل لأنه المنطقة يعني المحيطة في الأردن منطقة يعني تشوبها يعني أزمة سياسية صعبة وأزمة أمنية صعبة وبالتالي إلها انعكاسات على الاقتصاد وعلى الأداء الاقتصاد وبالتالي انعكاسات على الطلب على الاعتمان في الجهاز المصرفي ومع ذلك البنوك استطاعت أن تحافظ بالتعاون مع البنك المركزي كجهرقابية أن تحافظ على قطاع مصرفي سليم وعافا يتوفر في سيولة لم يحتاج أي بنك خلال فترة الماضية سواء كنا نحكي عن الفترة التي عقبت الأزمة المالية العالمية أو حتى الأزمة الإقليمية السياسية لما تزال مستمرة وأزمة اللجوء الكبير من سوريا وانعكاساتها ومع ذلك البنوك حافظت على وضحها سليم وعافا والبنوك رابحة بشكل جيد أوضحها سليمة تقدم خدماتها بشكل جيد لمختلف القطاعات الاقتصادية تخدم القطاع الخاص وتخدم القطاع العام الحكومة والخزينة وبالتالي نحن فقط نتمنى أن يكون عام 2016 عام أفضل من العوام التي سبقته ومنأمل أن تكون أداء البنوك إن شاء الله أفضل بهذا سيد أحمد كلمة أخيرة يعني ما بزيد كثير على الأخونا الدكتور عدلي اللي حكا ولكن يعني بالنسبة ل 2016 اللي شفناه بنهاية العام نعم 2015 أرقام صحية جداً من القطاع المصرفي الأردني نعم قطاع من القطاعات الرائدة في الأردن إحنا من ناحيتنا كستاندر شارتد إنا بالأردن 91 سنة فإحنا موجودين لخدمة وطننا موجودين خدمة حكومتنا موجودين لخدمة قطاعنا الخاص والعام إحنا مستمرين إن شاء الله في الأداء وإن شاء الله نكبر منطقتنا رقعتنا الجغرافية واللي تم إدارتها إن شاء الله من الأردن إن شاء الله سيدي واضح أن نجاح البنوك أكيد هو بنعكس تماماً على الاقتصاد بشكل عام وهذا ما نأمل نحن في 2016 نتوقع أرقام نمو نتأمل 3.5% لأربعة بالمئة لكن للأسف أنه الوقت داهمنا أهزائي المشاهدين لا يسعنا في نهاية حلقتنا لهذه الليلة وكننا نتناقش فيها موضوع البنوك الأجنبية في الأردن إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل من السيد أحمد أبو عيدي المدير الإقليمي للشرق الأوسط في بنك ستاندرد شارترد اللي بضم طبعاً الأردن والعراق ومصر والربنان وأيضاً شكر جزيل للدكتور عدلي قندح مدير عام جمعية البنوك في الأردن وأنتم أعزائي المشاهدين إلى أن نلتقيكم في حلقة مقبلة هذه التحية من فريق البرنامج المخرج صراحة بالغنم والمعد معاذ فريحاته مني فايق حجازين أجمل تحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة